حالكم الله مشاهدين الكرام وتابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيستوفيس خليكم ويانا لحدي يروح بعيد أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيستوفيس حيث الأخبار والمواضع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي داما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم ولا مواضعنا وأحداثنا لهذه الحلقة هو موضوع ترند في الأسبوع الماضي وتواصلنا بهذا الموضوع مثل ما وعدناكم في الحلقة المضت اللي كانت مخصصة لهذا الحدث كان تقريبا أبرز حدث في العراق وأيضا على مستوى الدول العربية والعالم كل الناس اللفت أنظارها حول هذه الفاجأة اللي هو الحريق اللي حصل في الحمدانية في الموصل بقاعة الأعراس وعدناكم أنه احنا رح نبقى وندقق وراء هذا الموضوع لحد ما نشوف اللجنة اللي حققت بهذا الموضوع شنو سويت شنو قالت شنو من المتسبب شنو الأضرار ليش شنو كل هذه الأمور إن شاء الله راح نفهمكم إياها قبل أن نشوفكم هذه التفاصيل وشنو كان يعني رأي اللجنة ولجنة التحقيقات أحب أن نوح على حالة معينة أنه انتقدنا بالحلقة السابقة البعض أنه ما ساند ولا سو شيء ولا خل حداد بينما ركبوا الموجة لبعض أحكي من إعلام من سياسيين من قنوات صفراء طبعا ما تنتمي للمهنية بصلة ركبوا الموجة كالعادة وتصدروا المشهد وهذا بس هي الحياة الأبرياء اللي يتصدر بيها ويستغل هذا الحدث ويجير المصلحته ولمصلحة حزبه أو لقناته هذا الموضوع موضوع بائس يا إعلامنا الأصفر كافي أن تطلعون هذه التفاصيل وغيرها من الأمور لأنه اللي جاي يصير حاليا هو شيء معيب جدا خلنا نشوف التوصيات وخلنا نشوف اللي صار من لجنة التحقيقات بفاجعة الحمدانية تقول الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وعدم وجود أبواب طوارئ فضلا عن أن القاعة تتسع لخمسمائة شخص فقط وكانت تضم ضعف هذا العدد خلال الحريق راح نجي نفصلها شوية شوية آنوا ياكم الحريق سببه مصدر ناري احنا مثل ما شفنا أنه هاي الألعاب النارية من ارتفعت ولامسة السقف قبت النار واحترق السقف مال القاعة كله زين لامس مواد سريعة الاشتعال هاي المواد السريعة الاشتعال اللي احنا حتشينا عليها بالحلقة الماضية وأيضا حتشوا عليها ضيوفنا عبر المداخلات الهاتفية بالحلقة الماضية أنه بسبب الرخص والسرعة يجيبون هذا الشي الرخيص الستوك ويسوونه وعدم وجود أبواب طوارئ أيضا تكلمنا بهذا الموضوع أنه بكل بناية بكل دائرة بكل غرفة لازم أكو باب طوارئ لازم أكو بناية أو قاعة لازم بها باب طوارئ موجود بكل الدوائر موجود بكل الأماكن باب مخرج للطوارئ هاي البناية ما بها القاعة ما بها مخرج للطوارئ والدليل أنه احنا شفناهم الباب أيضا انغلق وكسروا الجام وعبرة فالباب يعني عرضة 120 سنتيمتر زين لازم يطلعون منه ألف شخص أبقان واحد كذلك الحال أنه القاعة التسع لخمسمية وقلنا انه يا بي طبعا احنا حللنا الموضوع من البداية قبل لجنة التحقيقات طبعا مع احترام إلهم وبارك الله به ماذا عملهم حللنا الموضوع من البداية قلنا يا بي قاعة تتسع لأربعمية خمسمية شخص أنت مدخل بيها ألف مدر تسعمية شخص ليش شنو السبب عدر هذا اللي طب فلوسه لو شنو غير نفتههم شنو هذا الجشع اللي تمتلكوه كذلك الحال وكانت تضم ضعف هذا العدد خلال الحريق هذا ما تبقى من القاعة فقط الواجهة الأمامية واذا تلاحظون هذا الباب ما نفتح أبدا الناس قامت تطلع من هذا الجام اللي تكسروا وطلعون منه هذا الباب بالهو نفتح لأرضه متر وعشرين سانتي متر يعني ما عرف شنو أوصف هذه الحالة المهم كل الأشخاص هم بالتوقيف تم إداحهم التوقيف من قبل القوات الأمنية وأيضا التحقيقات لا زالت جاري البعض طلب إعادتها البعض طلب أنه يا أخوان الموضوع مبين مبين ألعاب نارية وجة السقف الموضوع بإهمال من قبل المنظمين للحفل من قبل أصحاب هذه القاعة أنت اليوم من تجيب ألعاب نارية غير تفكر أنه أنت لازم تخلي ارتفاعها كذا معين حتى ما تلامس شيء وتحترق غير هو هذا بالمناسبة الناس ما خرجت فقط من الباب خرجت من الحائط كسروا الحائط وطلعوا فلشوا الحائط اليوم أبني ببلوك لك أن تتخيل هذا الموضوع أنه أنت أهلك صديقك أمك زوجتك أطفالك داخل هذه البناية وأنت تفلش حائط على مدى تتخرجهم إيش قد يحتاج وقت نتمنى محاسبة كل الأشخاص اللي متسببين بهذا الموضوع لأنه هذه الفاجعة ما نريدها تتكرر سعد يقول الله يرحم الأموات ويصبر ذويهم لا حوله ولا قوته إلا بالله العلي العظيم أما نور يقول هسا ما نختلف صاحب القاعة مدان لكون القاعة خالية من شروط السلامة ولكون القاعة احتوت ضعف هذا العدد المقرر إليه بس هذا مو مبرر نحمل صاحب القاعة المسئولية كلها أكو مسئولية تقع على عاتق المسببين وهم أصحاب الحفل نقدر نقول نتيجة استهتار البعض حدثت الفاجعة أصحاب الحفل يا عزيزي مو هم اللي جابوا الألعاب النارية هذا لازم أوضح لك هذا الموضوع حتى الكل يكون عنده ألم أنه أصحاب الحفل ما لهم علاقة بهذا الموضوع صاحب الحفل هو فقط يسوي ينطيك فلوس طضت راحت كل شيء عليك بعد هو حاجز ممأجر ومنطيك فلوس أكل شرب حفل كل هاي المواضيع عليك عليك على صاحب القاعة فالناس أصحاب الحفل ما لهم علاقة المسببين لهذه الحادثة هم أصحاب القاعة سيف يقول ترى ما عدنا في قيب أي لجنة تشكل إلى متى لا يحاسب المقصر إلى متى يظل البشر بلا قيمة هل هناك إجراءات رادعة لا طبعا من أمن العقاب أساءل تصرف إن شاء الله راح يتعاقبون نفسهم اللي أيضا نطالب أنه يتعاقبون أصحاب البناء اللي بالكراد اللي قبل فترة انهارت وسقطت في ساحة الواثق قبلها هواي 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 نتمنى أنه يتحاسبون نتمنى لعل التمني يتحقق سعد يقول اتخاذ فاجعة الحمدانية درسا حتى لا تتكرر المأساة الرحمة والمغفرة على الأرواح التي رحلت إلى خالقها والشفاء للمصابين اتخذها درس يا صاحب القاعة من تجي باتشر أقبتري تسوي لك أيضا قاعة تجيب بها العاب نار يتخذها درس وخلي الله بين عيونك من تبني من تستثمر فلوسك خلي مخرج للطوارئ خلي سقف بي حظم يحترق خلي ناس عدد معين يدخل للقاعة مو ألف قاعة الخمسمية مدخل بها ألف آخر تعليق من حسين يقول أغلب القاعات تفتقر إلى إجراءات السلامة هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول لهذا اليوم اللي هو موضوع فاجعة الحمدانية اللي أصابت الكثير والكثير من العراقيين بالحزن الشديد موضوعنا الثاني في هذه الحلقة قد بدأ العام الدراسي في العراق وبدأت الطلاب تتوافد شيئا فشيئا للمدارس واليوم هو أول يوم للدراسة بالعراق موضوع اليوم أيضا هو حدث المجتمع حدث الشعب كله تقريبا ما يقارب 13 مليون طالب ذهبوا إلى المدارس اليوم هذا الموضوع مهم جدا دائما ما نوعي به أخذت هذا الموضوع في بدايته حتى ما نشوف طول السنة وما نطلع ببرنامجنا طول هاي السنة اللي راح تجي هذه الشغلات اللي أحب أنه أحذر من عدها ونحذر الناس من عدها أولا خلوا طلابكم يحترمون الأساتذة نفس الوقت خلوا يعني الوزارة التربية وكل الدوائر هذه أنه أيضا نفس الوقت تحترم الطلبة حتى ما نشوف باشر عقب فيديو لطالب ومدرس يتعاركون خلوا لياء الأمور تحتضن الطلبة وتعلمهم النهج والطريق الصحيح أنه هذا الأستاذ هو والدك الثاني في هذه المدرسة أنت راح تذهب من عائلتك إلى عائلة ثانية نفس الوقت المدرس يجب أنه يعرف أنه هذول الأطفال هم مثل ولدة مثل أبناء مثل بناتة أنه لازم هو أيضا يحافظ عليهم ويعلمهم حتى أيضا ما نشوف ولي أمر يجي يهد على مدرسة وغيرها من التفاصيل خلي نوعي المدرسين بالعام الدراسي اللي مضى شاهدنا فيديوهات كوارث مدرسي هين طلابه يحتي ألفاظ سوقية ما عرف شنو بنفس الوقت أيضا نطلب للطلاب أنه يتعدون عن هذه التصرفات وما تصير هيتش شغلات ليش؟ لأنه والله ملينا من أنه نطلع بهذه الحالات السلبية اليوم اجتمعنا ما يتحمل شي سلبية يا ناس ما يتحمل شي سلبي يصير فإحنا لازم نوعي ونحكي قبل المدة حتى يابا بلكت البعض يتعض بلكت اللي بباله أنه هاي بدت السنة يروح يطفر من المدرسة يروح نتمنى أنه هذه التفاصيل أنه يتم التركيز عليها كذلك الحال نتمنى من الجهات المعنية المراقبة على المدرسين من حيث التصحيح من حيث الأسئلة من حيث الكثير من الأمور حتى ما يجي مدرس ضايج وشرخ لواحد بخطأ وهو جوابه صحيح أو العكس الصحيح نتمنى أنه هذا الموضوع أيضا يصير نفس الوقت نتمنى من الطلاب أنه يركز بإجابته يركز بامتحانه وغيرها من الأمور خلنا نشوف توافد الطلاب على المدارس في هذا العام الدراسي طبعا هذه صور للطالبات كذلك الحال صور للطلاب في المدرسة الله يوفقهم إن شاء الله هذه بذرة صالحة تفيد المجتمع مستقبلا تساهم بتطوير البلد هؤلاء هم من يحملون راية العراق مستقبلا هم اللي راح يبنون الأنفاق هم اللي راح يبنون الجسور هم اللي راح يبنون البنايات هم اللي راح يعمرون الطرق والشوارع وشبكات المجاري والمياه وغيرها من الأمور هم ذول اللي راح يعمرون بالمستقبل لذلك احنا لازم نهتم بيهم ونهتم بكل التفاصيل أكيد يعني هؤلاء الأطفال هم أيضا أول ثاني من هذه المدارس الابتدائية أهم فئة ممكن تتعاملوا يهم بدقة وحذر شديد هي هاي الفئة فئة الطلاب اللي بالابتدائية هذا جايق طالب خام جايق ما يعرفوا التشك من البك على قولتهم بالمصطلح الدارج كل شي ما يعرف هذا جايق أنت لازم تغرس بي العادات والتقاليد والأمور والدراسة والفهم والدراية والكثير من الأمور أنت لازم تغرسها بي وهذا دور المعلمين اللي بالابتدائية لازم أنه أنتو هذا دوركم التربية قبل التعليم هي الوزارة وزارة التربية والتعليم التربية قبل التعليم فاحنا لازم نربيهم كنشئ صالح بذر صالح يطلع عنا إن شاء الله بالمستقبل نربيهم ونعلمهم مو فقط نعلمهم وروحوا بعد لا لازم احنا شوي نطول خلقوا ياهم الاستفاف وياما وياما عندنا ذكريات بهذا الاستفاف الاستفاف وقراءة النشيد الوطني العراقي وكل واحد عنده يوم الخميس برفعة العلمة واحد عنده شعر واحد عنده رسالة واحد كاتب كلمات ممكن يقولها يقول ابراهيم الله يوفقهم ويحفظهم ويبعد عنهم الشر ويحيطهم الخير اما عادل يقول رب يحفظ اولادنا جميعا من كل مكروه وبالتوفيق اما علي عادل يقول نتمنى لطلبتنا عام دراسي مليء بالتفوق والنجاح وتحقيق اعلى المراتب سعد يقول العلم نور والجهة الظلام اللهم يحفظ الجميع وينور دروبهم باذنه تعالى اخر تعليق من ام سلمان تقول يا رب يحفظ جميع الطلبة ويسهل عليهم السنة الدراسية بتفوق وبناتنا واولادنا يا رب هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني في هذه الحلقة اللي هو موضوع بداية العام الدراسي الجديد وعلى قولة الشاعر الراحل كاذو مش معي للقاطع بدأ العام الدراسي وبدأ الهموم اول هم في هذا العام الدراسي ولازلنا متواقسطين بهذا الموضوع اللي هو مرتبط به موضوعنا الثالث مرات يقول لك اطلب العلم من المهد الى اللحد اطلب العلم ولو كنت في الصين او وين فدائما ما نشجع على العلم والتفوق والنجاح وكثير من الامور بس مرات تطلع لك اسباب تصير ترند في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا غيرها من الامور هو شون هي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا سانا اش ضفت والله ما عرف المهم الحدث في بداية هذا العام الدراسي من الهند بلد العجاب والغراب مثل ما تعرفون السيدة التي ظاهرة امامكم على الشاشة تبلغ من العمر 92 عاما بالتحديد هذه السيدة ذهبت اليوم الى المدرسة لتبدأ الدراسة بهذا العمر حجية وينش تذيك السنين الراحة 92 سنة على الارض وينش انتي 92 سنة تاكلين اكل مدرمين وينش انتي 92 سنة تعبدين مدرئ كل ساعة عابدت لك واحد وينش انتي حجية 92 سنة ما فكرت الدرسين إلا هسة من وصلتي للجسمة والله ياخده مانتش هسة الله وين يعني هذا الموضوع يساعد يا حجية يساعد على السخرية لذلك التعليقات والموضوع أصبح ساخر أكثر من ما هو درس لذلك احنا اللي راح ننطي درس بهذا الموضوع وأيضا شوي هم الشاقوي المعلقين هذا الحافز أتمنى انه يشوفه الشباب اللي هذا يريد يغرب من المدرسة هذا اللي ما يريد يروح هذا اللي يفضل غير شي على الدراسة هذا الحافز انه هو بهذا العمر ورجعت تدرس بهذا العمر وبهاي الصحة اللي ما بيحل تمشي ما بيحل تحتي حبة انه تجي وتقرأ وتشوف وضحها شنو بالدراسة تعيش هاي التجربة تجربة القراءة والكتابة احنا كنا نعرف نحتي نعرف نحتي ناخذ الحتي من الناس الحوالينا والمنانول نعرف نحتي بس مو كنا نعرف نقرأ مو كنا نعرف نكتب اكو هواي ناس تجهل هذه المواضيع لذلك صار محو الأمية على قولة هذا هم سميه نحو الأمية نحو الأمية شنو غير اسمها محو محو الأمية تسميه نحو الأمية ليش كم واحد يكتب مرات نحو الأمية شنو نحو زين خلنشوف موضوع تفاصيل هذه السيدة الكبيرة المسنة من الهند التي تبلغ من العمر 92 عاما امرأة هندية مسنة بعمر 92 عاما تعود إلى مقاعد الدراسة الابتدائية لإكمال تعليمها حجية يعني هسنتي شوفوا هم الوياتش بياصف يعني شوفوا هم الوياتش الوياتش صغار وانتي رجعت وطلبت الألم أول شيء أنا حييتش على هذا الموضوع بس يا حجية تحمل تعليقات الناس أنا ما لعلاقة ولو لا تقريهن ولا شيء بس الموضوع ترند في مواقع التواصل الاجتماعي يقول فهمي يوم الدكتوراه ان شاء وين تلحق على الدكتوراه رحم الوالديك عمام محمد يقول الدور الثاني بالفعل ما عدهم فتحة ساتس أخوية ما عدهم دفن يحرقون دولة يحرقون هندوس يحرقون دولة إكرام الميت دفنهم ويعحون يحرقوه يا أخوية فاطمة تقول أحلى شيء من يكون عند الإنسان أمل ويبقى متمسك بي هو هذا الصحيح أنه أنت عندك طموح وشغف تبقى تتمسك بهذا الموضوع نرمين تقول بطرانة هاي والله نرمين أحسن منك هاي البطرانة يعني غير تردين الصراحة أحسن من أسا تباشر عقبة تعوفين الدراسة ترحين تزوجيه وترحين تشتغليه وتعوفين الدراسة ممكن هاي ب 92 سنة ورجعت للدراسة رعد يقول باع شه اسمه؟ اسمه رعد الزينبور شه السافة رعد يقول المتوسط المتوسطة بمدرسة على العمية بالفتحة السعب موقلنا ماكوا فتحات ما يدفنون يحرقون حرق يا أخوية يا حبيبي موقلنا يحرقون حرق ذولة ذولة لا يم الفتحات ولا يم الشه اسمه كماش الميت راح حرقه جابه بعلبة ما الرمات صدك تشذيب رحمله وغالديك جبت لي الميت وجيتني بعلبة ما الرمات شمدره شنو ما شنو هذا اخر تعليق خصوص اخر موضوع في فقرة فايس تو فيس مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة الترند تيوب خليكم ويانا نحن يروح بعيد أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة الترند تيوب أكو فيديو وصور وموضوع انتشر بصورة كبيرة جدا بالفترة اللي مضت هاي اليوم والثلاثة الاربعة اتيام هاي الراحة هذا الفيديو شنو هاي الصور شنو خلي نشوفكم بالبداية للفيديو وبعدين نسولف بالتفاصيل اللي شفتوه هو محاولات لفتح القبر زين خلي سولف لكم القصة شون بدت طبعا هذا الفيديو بدهوك القصة بدت انه اكو ناس يقال انه هم سمعوا اصوات داخل هذا القبر من داخل القبر سمعوا اصوات بالمناسبة هذا القبر منذ اربعين يوم يعني صار الاربعين يوم زين فسمعوا اصوات من داخل القبر ويقال انه البعض سمع صراخ وكلام بصوت عالي زين صار الضجة صارت مشكلة جيب ودي هذا يريد لازم قرار قاضي لازم مدري محكمة هذا يقول لازم تفتحون هذا يقول هذا يقول الشرع لازم يدخل بله احنا شون ننبش ونفتح قبر انا اردحتش شغلة قبل اسول فلكم الموضوع على شنو صفوه حتى لو ما ميت حتى لو اندفن عدل اقول لك اربعين يوم شي ضلبي الميت شي ضلبي الجثة مين يتنفس مين يأكل والدود اللي بالترابق شون شون يعني غير تفتهمون هذا الموضوع انت تسمع صوت صراخ وصوت يجوز شي وهواسي وهوسك ونخلص منك زين المشكلة هسا ذول اللي جوي يعني سمعاوا لا شو كلها ملتمة وماكوا شي غير نفتهم شون الموضوع يا اخوان والله العظيم ترى اكو اكو هسا انا اؤمن انه رب العالمين قادر على كل شي قادر على فعل المعجزات يحيي العظام وهي رميم منتهين من هذا الموضوع بس بنفس الوقت انت اليوم اخذها بالمنطق صار لنا عايشين بهاي الحياة مئات السنين زين يومين شنو انا اذا الغدة تاخر علي اموت من الجوع زين صار لاربعين يوم شكل الشرب اذا بعد عايش شنو زين مين يدخل لهوا مدخلوا اياه هو بجلكان يعني والله مواضيع تثير تثير حفيظة الشخص يعني يقوم ما عارف ش يحتي زين مو احترموا انه انه اكو حرمة للميت اكو حرمة لهذا المكان اكو حرمة للقبر لا والبعض هذا من عذاب القبر هذا من عالم البرزخ وعذاب القبر حتى تجي تفتي وتعلق انت شن فهمك بالموضوع حسب المعلومة العدي من مصادر ما عارف شنو صحتها انه بالنهاية هم فتحوا القبر وليقوا عبارة عن هيكل عظمي ولا لقوا شي ولا لقوا صوت ولا حسب المعلومة ما مؤكدة انه هم لقوا عبارة عن هيكل عظمي خلق ما يعني اربعين يوم يا ناس والرجل يبلغ من العمر ستين عام والرجل حسب ما ما ذكر انه هو سوري الجنسية بالنهاية هذا اللي صار ادري انتو تصدقون بالشنو بس فهموني يعني صارت معجزة بالحياة حتى احنا ممكن نقول ايو والله اذا جاءكم واحد قلكم مانا تنتميت يعني رب العالمين من هذه الامور يعني سابقا وممكن مستقبلا وممكن حتى بس ما يشوفني اكو امور مو منطقية يا اخوان اكو امور مو منطقية عسا انا اقتنع اذا تقل لي واحد بالثلاجات مال المستشفى طلع ممكن يجوز هذا منتول ورجع يجوز هذا قطع ممكن ممكن زين بعده بثلاجة بس ممكن ندفن واسمع صوت يكون طالع لك واوي مننا ومخلصنا منك سويد تضجب بالسوشال ميديا على شي ما فضت راحت مخبرة ممكن كل شي بيها ممكن ممكن جلكم الله بزونا لي غاد منك كانت تعوي انت جايني واو صوت صراخ من داخل القبر كون صراخي صرخك واخلص منك خليشوفوا التعليقات حول هذا الفيديو طبعا وهذا الترند الترند العراق والعالم ها فتحو ها طلعو ها مدر شنو ها وانطاه تقول هذا حيوان اسمه حفار القبور هيك صوت يصير صار انا عايشين السانة صار انا عايش سبعة وعشرين سنة ما سمعتش اسمه حفار القبور انا سامع نقار الخشب زين سامع ما سامع حفار القبور رحم الوالديت يا خالة انطاهر سامع يقول شيء لا يعقل الا اذا كانت معجزة من رب العباد وهناك امثلة مما ذكروا في القرآن الكريم كاصحاب الكهف وكذلك الرجل الذي قال كيف يحيى الله الموتى فعماته الله مئة عام ثم احياه ليكون آية للناس وغيرهم مما ذكر الله مما ذكروا اللهم نسألك حسن الخاتمة يا ارحم الراحمين الزهرة الجميلة تقول هس شنو طلع ميت عادي لحد يفهمني منا افتهماني اجأ فهمي شو عادي حنيني تقول ههه شن هالشذب غير من يقعد بالقبر يجي الدود وياكله حتى لو ما ميت الافرح مع الوالديك حتى لو عدل غير ياكل الدود فدك فدك تقول صار لكم يومين تمطمطون فتحوا القبر وفضوها شوفوه شذب هو سهلة فتحة القبر يا اخوي هي سهلة وهذا الى حرمة حرمة الى هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا فيديو اللي بعد ايضا فيديو غريب عجيب مواطن من النجف الاشرف من محافظة النجف الاشرف تم استخراج حصى من اعتقد من المثانة او من البطن بهذا الحجم انا اول ما شفت عبالي بوتيتة بعدين نقول ما اعرف ش كبرها شو كان متحملها ببطنة ما ادري يعني ما اعرف بهذا الحجم زين ما اعرف يعني انتشر هذا الفيديو بصورة كبيرة جدا بس ما اقدر تجيب تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع لانه ما اكو تفاصيل بس بهذا انا ادري حصل مرارة تكون به باحجام يعني بهذه الاحجام بس موهي شو؟ احنا هاي من اشيلها شو كبرها شقدها شو بيرها ما اعرف شون دخلت شون تكونت على قولة وعد بالتعليقات يقول شان يشرب طين والله ما اعرف شان يشرب طين ما اعرف بهذا الحجم طبعا نشكر الكوادر الطبية اللي قدرت انه تخرج هذه الحصى اه وعلى على سلامة المريض ايضا نتحمد للسلامة ما اعرف شون شون متحمل كل هذه الحجم يعني في داخل جسمه بنفس الوقت يعني هو موضوع غريب موضوع يعني هذا حدث ميصر كل 25 سنة امره شلون ميسي كل 50 سنة يجي واحد يعني عادي رونالدو يجي غيره هواي يعني هواي مقصودة زين فما اعرف شون كان متحمل هذا الموضوع خلي نشوف التعليقات حول هذا الحجم الكبير من الحصى يقول سجاد شياك الخبط والله ما ادري سجاد شياك المادر اه يقول انا انا صديقي طلعه من مثانتي فرمستونة كاملة عمي وهنا قيد شي ديقوله يا الله يا الله يا الله يا الله بعد اقول يا الله يا الله افتر على هالكاميرا قل يا الله يا رب قلنا يا الله بعدين 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 شون غير موضوع ومستشفى وناس ومريض وانتشار وهذا يعني شلون يعني وجاي تشوف التكادر طبي وهذا يعني شلون شا سوي هساني قلت يا الله وبعدين لو ما معلق احسلك ترى اه مونا تقول انا عباء لي فطر الكمة عود يعني تقصد الكمة اه اراق تقول والله اريد اصدقكم اصدقكم بس صعبه كلش والله صحيح موضوع يعني صحيح اه براق تقول الله يساعده شلون استحمل خطيه كل هذا الالم اخر تعليق من فاب يقول شان يشرب طين والله ما ادري يا اخويت شان يشرب طين مو طين هذا اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا من وصلنا مرحلة الاعراس في البلد تعرفون انتو ورا محرم ورا شهر محرم الحرام بعد الاربعينية تيجي فرحة الزارة وتبدي الناس تزوج وتبدي الناس تخطب وتبدي الناس تفرح ومرات اكو عرس يصير اكو زفاف حفل زفاف اكو زفة احنا نستصح له زفة تصير يعني سيارات ولهل وهذا وستيصفقون وهذا فرحانين بالعرس أكو شخص سائق لسيارة قلاوي يعني ان شاء الله المام الزوج يتزوج ان شاء الله الولد هنا بالكونترول و Renaه ولد اسمه مصطفى جاي دور له على مرة ان شاء الله الهم يتزوج انا وانايت هتزوج بعدني ان شاء الله كلهم يتزوجون والم Alexander ياخذ الثانية ان شاء الله سيد علي ايضا ان شاء الله الله يوفقي المهم هذا الشخص هو عنده سيارة يعني قلابي يعني لوري طريقة زفافة وأصدقائه شون يسواوا بالزفة خلي نشوف هاي يعني أبو القطار ذا تزوج سايق القطار ذا يتزوج شنو سكة الحديد لازم كنها تيجي الطيار ذا تزوج لازم يعني الطيارات يجون أصدقاء طيارين يزفوا مثلا شنو شنو شطيارات صير زين هذا المنطقة الطبولة هنهجمة هجم هسي زين لا تبليط لا سبويست لا تراب لا شسمي زين الهدايا مالجماعة شنو سكس رمل ووسكس طابوك شنو يعني شحصوا جايبين لحصوا سكس حصوا يعني شنو قلابي مالسمنت جايبين لك يعني نفتهم يعني أنا مدر العريس أصدقاء مرات يساعدوا وهذا يجيب لثلاج هذا مجمد هذا تلفزيون تت جايبي لك جايبي لك جايبي لك السكلة كلها وجاهم يعني أغلق يعني الرمل بياش هذا وشرط الرمل مال لخيضر أهم شي ما لخيضر لخيضر إذا مولا أخي أدروا ولحصوا مدر مين يجيبوا شرط زين مسوي لزفة وهذا ولوريات والله ما أدروا وبقى هو مجنبزها للسيارة ويعني ومسويها وهي وشادلها وريد وغير ما زين العروس شون راح تصعد خوية العريس العروس شون راح تصعد هاي جيبها رافعة كرينتها دانة مع شون بس أكيد يكون بزفة مالتكم وياكم رافعة أكيد زين هذا بول تنكر اللي طلع هذا شو عندي هذا شو اللي علاقة يعني انت شعليك يعني يعني تطهم ميل المعازي بالمن بتنكر بتروح بالصندة تدعليهم فالله ما أدري أنا أشوف أكعراس على أموم احنا نبارك لك ونبارك لأصدقائك على هاي الفكرة الكرياتيف اللي يسووها بس بنفس الوقت أكيد هستت ضريت الشارع والعالم ظلت تثب وترجع لي وراء هاي اللي يمشي وراكم يثب ويرجع لي وراء ويقول عن اليوم اللي تزوجته بي هاي مبينة هاي تسدون الشارع تشغلون هاذا وتركصون وهذا مبينة مبينة واضحة خليشوف التعليقات سيف يقول ألف مبروك يراد لهم قراج ينبيت العروس يالله يكيصد يراد لهم قراج نبيل يقول يراد أشوف لي أبردين للزفة أبردين أنت تزوج وأنا أجيب لك أبردين أمجد يقول الغرفة وين بالعربانة ما لترايلي والله ما أدري يا أمجد سيد صلاح يقول والله هاي مهازل وقشمريات هاي هاي الحرية مع كل الأسف هذه تصرفات ما الناس تعبانة سيد صلاح يقول ما راض عليكم سيد صلاح رزاق النفاخ ما راض عليكم زين أمي سرقها القدر ها هشنا هشنا شنوها الاسم أمي سرقها القدر لاحظ عزيز المشاهد تسمي نفسها أمي سرقها القدر القدر حس نفسي سواقف على مسرح وجاي يمثل تمثيل هذا المسرح يماكو العرض المسر أنا أمي سرقها القدر شنو السالف أخويا رحمة من قلة لسامي اسمك ثلاثة اسماء من قلة لسامي هس حتى لو أتي اسمك منا أكد باسمك سارة أكد باسمك علاء راضين عمي غير بس مو أمي يسرقها القدر شقد مشروحة تلعاد أم تقول بلا ذولة مو بطرانين ما عدهم شغول وعمل ما يخافون يصير حوادث وتروح بهنا سبرياء أيو الله أخويا أمني صحيح آخر تعليق مننا فيه يقول أبو الدنكر ليش اسم أبو الدنكر ليش دنكر دنكر يقول أبو الدنكر أش عنده وياهم زين والتحتش كاتبه كاتبها الدقنر كاتبها الدقنر همي أنا فوق ما هي غلط كاتبها غلط شن أخويا يعني أنت مسحح الخطأ بالخطأ أبو الدنق أبو الدقنر عركة صارت بحلق يا أخويا يا أبو كيان أثير أبو كيان ليش يش يا أخويا هذا كان آخر تعليق خصوص هذا الفيديو اللي ما عرف شلون الفيديو اللي بعده شايفين دولة يقول لك ربك ما يطق بحجار تركيا الذي تقطع المياه على العراق منذ سنوات ونلاحظ جفاف الأنهر دجلة والفرات هكذا هي تركيا في هذه الأيام يعني أنا بس أريد تعيد للفيديو أريد أشوف هذا أبو الماسحة لقطة واحد بيدة ماسحة أبو محل ويني ويني بس أريد أشوفه أبو ماسحة يريد يمسح ويني هنا هنا هزة هذا هنا رح ألكفه ويني ويني هذا جاي سوتي تتجاي سوي بل الله بالشمسين قالوا انت تتابو الماسحة تتجاي سوي تتدرب يعني والله ما عرف انت ليش ليش تطلعون الواحد من طورة كامش لك ماسحة اش تمسح هو غير فيضان هو غير حالة حال البحر طب البحر تدفع المي بماسحة يعني تحكون المي يحشي ماكو شي لأ انه هو يريد يعني يريد يبعد المي عن محلة فمطلع ماسحة هاك شوف جاي سوي يا أخوية ترى صعب يعني يعني انت فكر سيارة ما جاي توقف جاي تروح انت انت البطران مطلع لي ماسحة وجاي تمسح مسعد 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 تعصبون الواحد المهم هذا الفيديو ربات سالفتنا العراقيين اخذوا هذا الفيديو وداولوا بيناتهم وقالوا ولكم هذا الفياضانات كلها وما تفتحون السدود وهو ربك ما يطق بحجار خلي نشوف تعليقات العراقيين حول هذا الموضوع اللي حدث في تركيا يقول او تقول آرام ما ادريش اسمها ما ادري المهم افتح المياه للعراق وين تريد توصل افتحها سحسلك تعمل مجايد قللك افتح علي يقول ربك ما يطق بحجار طق نفياضان وطلع لابو الماسحة يمسح باب المحل يمسح شبيك عقلك وين الصبر تقول يلعبون بالماء يلعب وسادين علينا حس بي الله ونعم الوكيل اخر تعليق يقول سلم لي على سد الموصل يمهل ولا يهمل طبعا هذا كان اخر تعليق واخر موضوع في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم مشاهدين الكرام حتى التقيكم في الحلقة القادمة نقولكم فيما الله ترجمة نانسي قنقر